اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ما يحطونها في حوش عمتي في الوحيشي بعدوا يلتحقوا بالجيش في بنينة قبل ما نضلوا احنا ونركبوا في السيارات رنيت علي احمد خليفة وقلت يا احمد ارانا توى طلعين غرض من الاتصال ان بيش يمسك ويتم القبض علي اخوتي الثلاثة زيادوا اهدموا عماد لان هما طبعا شاركوا مع الجيش شاركوا في الكرامة وشاركوا ضد الدواعش ولان هما طبعا كان حكمهم عندنا في التنظيم لان هما مرتدين طبعا لما جينا هنا كانت اول سيارة سيارة عماد فدرسوا سيارة عماد هنا كانت وين درسوا سيارة خوك عماد نعم تمام وبعدها كانت فيجي وراه سيارة زياد وكنت اناه وراها شوية هنا قالوا لي عدي يكمل طريقك كمال الطريق هنا ودرست في الشارع عظة عليمين اول ما جينا عند الاستقاف درسوا اخويا عماد وبعدها اخويا زياد وبعدها لما جيت هنا بالدرس في جرتهم طبعا شوية قالوا لي خوذ عليمين بعدها نزلت من السيارة عساس جاي لما شوري شي ولي بعدها نزلوا أخويا عماد وخويا آدم السيارة ونزلوا أخويا زياد وبعدين حطوهم في الشلات كانت طبعا في مسافة بيني وبينهم لما نزلوهم عساسنا في واحد طبعا انه رافع السلاح وانه عساسنا انه مشوري بش حتى الناس لما يحقون يقولوا هذا شنوه كانوا معا مرا مرافعوش علي السلاح بعدين جيت رديت علي السيارة اللي فيها امي مرا تخويا بنته اختي السيارة بعدها انا طلعت اتصالت بمحمد عياد المنفي وقلت لي يا محمد عياد قالوا شوفني الموضوع كيف صار معا مخوتي شندرولو شليني شوية قال لي نقعد برا المنطقة شوية قال لي نجيل المنطقة وورنا عليك بعدها رنيت علي ايمال الحشيبي ما باش يرد علي رنيت علي احمد خليفة ما باش يرد علي بعدها قفلوا تليفوناته انا قدت كي اظهما مصفين انا قدت كي اظهما مصفين خلوهم هما طبعاً ما فيش حتى لا شافقة لارحمه لا شافقة لارحمه تم يفتشوا حتى في السيارات تمام لا شافقة لارحمه في خوتك اللي انت بلغت عليهم صحيح؟ إنعان مش حاج من هدي أعرف أني ناس للمتا